عشاق الحياة الخاصة للمشاهير عنوانكم واحد هذه حياتي الآن اشتركوا في القناة العصابة كانت تسلم الجزائري في فرنسا أدق التفاصيل عليها بناتهم يبعتوهم يقرأوا يتكونوا بشي ولوسادة وقادة وبنات الشعب الفقير تبعتوا يجوز العسكر هذا الوقت كانت العصابة مهمين الإعلام لهم الثقافة لهم القضاء لهم سيأتي يوم يقولون عن الشهداء أنهم إرهابيون لأنهم خرجوا عن الحاكم خرجونا فتوى يجيب طاعة الحاكم حتى لو لم يكن مسليما تونى والسعدوي حلت مشكلة المرأة للزوجها يكون مريض وعاجز عن النفقة الشيخ في كتابك تأنيس العوانس اللي كان صدرت الشراء هذا الكتاب كان أقباط مصر رفعوا لك دعوة قضائية نعم أقا لما كتب كتابي تأنيس العوانس إذا شفت تقرأ التاريخ معي هنا التاريخ ما كنت تكون في 98 أظن دار الشروق الشروق ما دارش اسمها ما دارش اسمها صح هو اللي كان من استرد وأنا أظن يعني والله أعلم لأن علي فضيل كان رجل كريم ويتصدق أنا أظن أن ما أحبش يدي دار الشروق لأنه يا كاد يكون طبعه لي وجهه الله يعني الحق أنا لم أدفع إلا حق المطبعة فقط يعني الورق يعني فقط فأظن أظن هذا قلت لك كتاب هذا هذا الكتاب طبعه سنة 98 1998 98 باش نستعرف أن هذا الكتاب طبعه في 92 أحد المشيخ مصر ثلاث سنوات بعده يطبع كتاب حول العنوسة وكما تعلمون بما أنه هو يعتقد أنه ينتمي إلى أم الدنيا كتب في كتابه أنه أول كتاب في العالم وأنا كتابي ظهر قبله بثلاث سنوات دار راية المصرية دار مطبعة راية المصرية أداد كتابي وطبعه في مصر طبعه في مصر بدون إذني تقع دارية في شاعسين الحسين فأنا ديت كتابي هذا ديته معي بنية أن يطبع في مصر دايبش نطبعه في مصر داخلت إلى دار راية فوجدت كتاب في قنبلة مصورين قنبلة وكاتبين العنوسة قنبلة في وجه المجتمع الشيخ شمس الدين فأنا فجأت يعني تعجب قلت هذا كتب كتاب كيمانا وزيد واسموه شمس الدين في بالي عالم مصري فلما فتحت الكتاب وجدته كتابي من البداية إلى النهاية فلما عرفت بلي كتابي جلست مع مدير دارية ولم أقول له أنه كتابي قلت له أني حب نسألك على هذا كتاب العنوسة قنبلة في وجه المجتمع كيف؟ قال لي هذا كتاب رهيب قال لي في يوم واحدة باعترافه قال لي بعنا خمسة آلاف نسخة في معرض القاهرة الدولي للكتاب خمسة آلاف نسخة فقال لي وطبعناه بإذن الأزهر وهذا الذي أفرحني ورأي نسخة هم أعطاوا الكتاب للأزهر الأزهر كتب يوصى بقراءته يوصى بقراءته ثم لما خديت كل المعلومات التي كنت أحتاجها قلت له هذا الكتاب كتابي فبدأ يصرخ قلت له يا سيدي لا تصرخ إذا أولت قضية صرخ ستسمع صرخ ربما لم تسمح أبدا ولكنني أنا لا أفعل هذا أنا أخاطب عقلك هذا الكتاب كتابي قال لي لا قال لي العلماء يأخذ بعضهم عن بعض قلت له لا هذا كله كتابي جبت له قلت له أنتم في مصر عندكم مواحد شموع عبدالي نحاسي هذا جاري قراء عندي استمتوا صفحة أخرى سائلة من عند دفلة عندكم في مصر عند دفلة سائلة مسكيكدا فجبدنا كل فتأكد عنده أنه كتابي خلص اعترف قلت له إذن ماذا ما اعترفت أنه كتابي أين حقوقي أين حقوق كتابي قال لي لا أنا جيت صرحة الجزائر فوجدته يباء أخذته فطبعته قلت له يا سيدي هناك العلوان كين الهاتف كين كل المعلومات أنا ما تصرش بي لكن المفاجأة أني في النهاية قلت مهما فعلت أنا نسعيد أن الأظهر قرأه وأوصى بقراءته هذه حاجة إيجابية أعطني نسخة يا سيدين ديها البلدين وإهالي أهلي وناسي وتلاميذتي وشيخي باعها لي 25 قين نعم باعها لي باعها لي 25 قين دار الراية المصرية طبعت الكتاب بدون إذن المفاجأة أني يقع ما لما أكون أتصور أبدا أقباط مصر يدخلوا في المشكلة ويرفعون دعوة ضد الشيخ شمس الدين لأن هنا ذكرتنا قصة بنت نصرانية أسلمت لأن أحبت شابا مسلما وهذا ليس فيه عيبي هذا يقع كل يوم أنا لا أدري كيف الجهة التي حركت أقباط مصر وأنا لم أكن أقصد لا أقباط مصر ولا نصراش ولا شيء رفعوا علي دعوة قضائية وتحرك محام الأقباط اثنين من المحامين وحركوا دعوة ضدي ولا أدري إلى يومنا هذا ماذا حكمت العدالة لا أدري لأنهم لا يعلمون أني أصلا أين أنا وفي هذا الوقت أستغفر الله ما كانوا يأعطون لي شيخ شمس الدين وأغلب ظني أنهم يعتقدون أنني من مصر ولكن رفعوا دعوة قضائية أتمنى أن العدالة تكون قد أنصفتني لأن هذا كتاب يتناول مشكلة العنوسة في العالم الإسلامي أنت أول واحد كان طلب من رئيس متفليقات كلما كان في سويسراط كان طلب منه أنه يستقيل أو يتخلى عني الرئاسة ويصلي ركعتها في المسجد في المسجد ويودع ويودع ويخرج من الباب العريض لما درت هذا النداء نسموه نداء إلى رئيس الجمهورية هل تصل بك من الرئاسة أو الحاشية التاو أو بعض مستشاريه؟ الحق أنه لا أحد يتصل بي أنا نصحت رئيس بودفريقا من باب النصيحة النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فالشعب الجزائر خرج في حراك واحد كلمة واحدة ولي قل لك أن أنا لخرج الشعب الجزائر يكذب والله كانت حركة ربانية حركة ربانية أن يتافي 25 مليون إنسان في ليلة الجمعة المباركة باش غدوة يخرجوا بكلمة واحدة على قلب رجل الواحد لا يمكن هذه باشكون وراه لي يقدر يحرك هذه الملايين وتخرج كلها من المساجد فأنا رأيت يعني لابد أن أقول كلمة الحق في الموضوع أعلى لأنه ألمني أن تيار واحدة أخر في الجزائر تيار واحدة أخر مدخالي خرج فتوى أن المسيرات بدعة وأنها حرام وأنها ليست من أخلاق المؤمنين وأن كل هذه الملايين التي خرجت تقول كلمة الحق كلها من الخوارج مع أن الشعب الجزائر أصبح من الخوارج أصبحنا مبتدعة وعلى ظلال فإذا سكت حرام علي لأن تأخير البيانة عن وقت الحاجة لا يجوز كان لابد أن نقول كلمة الحق فدعوت الله أن يوفقني لأن أقول كلمة الحق فنصحته لأنني أنا أجلس على كوسي النصيحة ليس على كوسي السياسة ولا كوسي الفضيحة نصحته أن يصلي ركعتين في المسجد الأعظم وكل الشعب يصلي وراءه وإذا يطلب الدعاء وقال أخير يا شعبي 27 سنة حكم انتهى خلص وقال أخير وهذه النصيحة لو عمل بها يخلش من الباب الواسع والشعب الجزائر تطعف الشعب حنين وكان صلى ركعتين وقال أخير دعو لي يا شعبي يخرج ما شاء الله والجزائر تستمر الجزائر الجزائر لا تنتهي بانتهاء رجلين الجزائر لا تنتهي بانتهاء حقبة الجزائر لا تنتهي بموت رجلين والجزائر لا تولدوا بولادة رجلين الجزائر هذه خلق من خلق الله يا رب اكتب له يبقى إلى يوم القيامة إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها فأنا نصحته ولكن وجدت أن كثير من الأحزاب ومن المنظمات ومن وجوه المجتمع رددوا نصيحاتي سمعتهم يقولون هذا نحن ننصح الرئيس أن يصلي ركعتين في المسجد الأعظم وأن يذهب إلى بيته أنا نصحته لوجه الله لا لهدف سياسي ولا لهدف شعبوي ولا لهدف الشهرة يا عذو بالله من هذا والله نصحته لوجه الله وأخلصت له النصيحة صلي ركعتين واذهب إلى بيتك الشيخ أنت عندك دائما عندك خلافات مع عدة تيارات إسلامية في الجزائر خاصة السلفية تيارة المتخال بقيادة الشيخ فركوس هذا الخلاف قديم ولا جديد ولا بدغان والفتاوي جديدتك الله يرضى عليك هو الحق أن هذا تيار داخل على الجزائر تصوروا نحن الشعب الجزائري قبل أن يولد ابن عبد الوهاب مؤسس الوهابية وقبل أن يولد المتخالي كنا مسلمين ولا ما كنا كنا مسلمين قبل ما يزيد ابن عبد الوهاب كنا مسلمين لما جاءت فرنسا تحتل الجزائر المجاهد الجزائري الشعبي الجزائري كان مسلم يحارب فرنسا ويصلي ويخطن ولده ويصوم رمضان ويحسن الجار ويموت بالشهادة إن شاء الله ويدفل في مقابر المسلمين يأتي تيار يقول لك يا مسلم جزائري أخرج مما أنت عليه ودخل فيما نحن فيه أعلى هذا هو يبقى دائما سؤالي فهمني وأعلى تصور أنت إنسان مسلم ويأتي إنسان باللحية يقول لك أخو يا جيف نطلب منك تدخل في الإسلام أنت تدخل من بعد في الإسلام أنت مسلم أنا مسلم أبي مسلم أمي مسلمة جدي مسلم علماءنا ربونا على السنة نحن أهل السنة نحن في الجزائر نحن من أهل السنة والجماعة يأتي تيار من الخاج يقول لك لا أنتم لستم على السنة أهلا يا أخي نحن لا نشعل السنة أنتم تحتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام أنتم تدعي وربيه بعد الصلاة ثم تسبحوا بالسبحة أنتم تقولوا بلي رسول الله له جاه عند ربه نعم رسول الله له جاه عند ربه ونحن نتوسل بذلك الجاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا أن نتوسل بجاهه لما جاءه الأعمى قالوا يا رسول الله أدعو الله أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت قال فدعه فأمره أن يتوضأ ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي رحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لتقضى هذا دعي اسمه دعاء الحاجة الإمام بنوباديس المصلح السلفي الحقيقي مش المزيف عنده فتوى في كتاب بنوباديس حياته وأثاره تعمى طالبي فتوى بجواز التوسل لأنه السن يتخرج بالزيتونة بنوباديس كان يحارب المولد النبوي ياخ بنوباديس شيخ السلافية في الجزاء ما يحارب بنوباديس كان يحتفل بالمولد النبوي الشريف بل إنه لما السلوطات الفرنسية ألغت احتفالات المولد النبوي في المغرب بنوباديس عنده رسالة احتجاج يحتج على السلوطات الفرنسية التي ألغت المولد النبوي الشعب الجزائري يحب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول لش نحيله حب النبي من قلبه ما كانت هذه أنساها تنحيله حب النبي من قلبه يحتفل بولادته ويحب اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويحب السنة تعوى ولو تصيبه ما هو شي يطبق فيها بل تسيبه ضعيف شوية منه. بصح أنسى يحب سنت النبي صلى الله عليه وسلم. يجينا تيا. تيا خرجنا من التاريخ. خرجونا من التاريخ. عبيد الجابري. اسمعني جيدا يا أستادي. عبيد الجابري شيخ سعودي. يقول الجزائريون حمير. الجزائريون حمير. وأي ما إنسان يسمعني الآن يدخل الأنترنت. هذا شيخ السلافيين. هذا شيخ كبير. هذا عبيد الجابري. صاحب مدرسة وهابية. أنا أسميهم الوهابية. لأنهم كانوا على مذهب السالف. من جزء ضدهم؟. لكانوا سلافي على مذهب السالف. السالف هم الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم قاني ثم الذين يلونكم ثم الذين يلونكم. حديث يعني. إذن لكانهم على مذهب الصحابة. ما عندنا مشكلة. ولكن الإمام مالك كان على مذهب الصحابة والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. هذو ما؟ هذو كيقولوا إحنا السلافية أم يقولوها قد قد. ولكن ما جيش انتهيت تفتي فتوى باطلة. ها هو أفغانستان. إذا احتلتها روسيا. الجهاد فاض على كل مسلم. وتخرج المرأة بدون إذن زوجها. وتخرج بدون ضاعة الحاكم. نهار تحتل لك أمريكا. يقول لا يجوز الجهاد إلا بإذن الحاكم. أهنا تفهم بللي يتلاعبون بالشعوب. يعني فتوى تخرج من من الصفارات الأجنبية. قلت لك إحنا علماء على مذهب أهل السنة والجماعة. أشاعر في الاعتقاد. مالكية في المذهب. على رواية تواش. لا نكفر أحدا. لا نبدع. ما كانش عندنا إحنا في الجزادي تكافر. بدعي. خارج من الميلة. ما كانش عندنا. وما كانش عندنا إداء إسلام زعما انتايا من أهل السنة. والأخير زعما مشي من أهل السنة. كنا قاعة خاوة. خاوة. متحابين. العلامة تعنا العلامة تعنا كانوا متواضعين. كنا كيتزو الشيخ بل كبير ولا شيخ محمد وحو ولا شيخ الدوار ولا طهو علجات ولا شنتي ولا حماني ولا الكونتي ولا الشيخ باي بالعالم اللي عنده مئات الكتب. يوم متواضعين. ما يقولكش أنا أهل السنة وانتوما المبتدعة. إحنا يا إسلام سنكي طوال وانتوما التحت. ما كاش هذه. جابوا لنا عقيدة جديدة. هذه العقيدة الجديدة. أنا أقول وأعيد. العقيدة الجديدة. اسمعوني يا ناس. هي المنهج اليهودي في الاعتقاد. أنا كاتبت هذا. نعم في خمسمائة صفحة. أنا أنا نصحح لأن داروا لي إشاعة كاذبة. أنا عمري ما قلت سلافية يهود. أبدا اليهودي هو يهودي بالعق والعقيدة. هكذا. لا لا أنا قلت بأن السلافية يمشى على المنهج اليهودي في الاعتقاد. وهو التجسيم. التجسيم. لما إنسان يقول لك بأن الله جل جلاله يجلس على العرش ويضع رجله على الكرسي. ويستلقي على ظهره ويضع رجلا على رجل. هذا موجود في كتاب إبطال التأويلات لابن أبي يعلى. وإذا تحب نجيبه لك نجيبه لك. يعتقدون أن الله يجلس على الكرسي. ويستلقي على ظهره. ويضع رجلا على رجل. وأن الله جل جلاله داروا أعضاء يعني. وداروا أعضاء وداروا الصيفات. لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. أنا قلت بأنهم هم على المنهج اليهودي وهو التجسيم. أنا لم أقول أنهم يهود أبدا. لذلك نحن في الجزائر. نحن أشاعر من أهل السنة والجماعة. ننزه الله. الله يقول في القرآن ليس كمثله شيء. لا يمكن إنسان يحيي مثل الله جل جلاله. ولو يجيب صفة من القرآن. مثلا قوله تعالى نسوا الله فنسيهم. يجي إنسان يقول لك هاو ربي قال فنسيهم. إذن ربي ينسى. ولكن ربي يقول في آية أخرى وما كان ربك نسيا. إذن هنا نسيهم ليست على ظاهرها. ليس شيء تحتقر آية. نسوا الله فنسيهم. بمعنى فأعرض عنهم. وألقاهم في جهنم ولا يبالي. وقالوا أن من احترم العالم الوطني فقد أشرك. فتاوى موجودة. لا يجوز الوقوف للعالم. كيف لا يجوز احترم العالم الوطني وفي غزوة من غزوة ماتوا أربعة صحابة وهم يحملون الراية. استشهد أربعة من الصحابة وهم يحملون الراية. حملها الصحابي الأول فقطعت يمينه. فحملها بيسار فقطعت يساره. فحملها بعضوله في استشهد. ما جايز قطعة أضح منها الصحابي الثالث صحابي الثالث وهكذا. اليوم يجيب لك فتوى لا يجوز احترم العالم الوطني. لا يجوز الوقوف للناشد الوطني زيد قالك الناشد الوطني فيه شرك يعني قسما بالنازلات الماحقات قالك هذا قسم بغير الله وهذا لجهلهم بلغة العرب لأنك 200 آية في القرآن أقسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلا وهي على تقدير مضاف اللغة العربية يعني ورب الشمس ورب القمر قسما بالنازلات يعني قسما برب النازلات قسما برب الماحقات لأن لولا الله ما كانت نازلات ولولا الله ما كانت ماحقات وكما يقول صاحب البوردة أقسمت بالقمر المنشق إن له يعني أقسمت برب القمر وهذا موجود في اللغة العربية وأنا تأسفت أن القاني الداعي السعودي الشهير يأتي إلى عنابة فيخرج آلاف لسماعه ويكرمونه وتبرعوا له بالهدايا يعني ما لا يتصور ولما يذهب إلى بلده سمعته أقول سمعته في قناة إقراء يقول للأسف واقفت للناشيد الجزائري وهو ناشيد غير إسلامي وفيه مخالفة شرعية مع أن القراني شاعر مع أنه شاعر وفي كثير من دوارينه يستعمل هذا حذف مضاف يستعمل هذا هو يعرف هذا يعرف بأن العرب تحذف المضاف وتقول كلام على حذف فاعل وهو مضاف أقسمته قسما بالنازلات يعني قسما برب النازلات لكنه قال هذا الناشيد التعنى جعله بدعا العالم بدعا الشعب الجزائري مبتدع لأنه يحتفل بالمولد النبوي الشريف وهكذا يعني يحبوا يخرجوا الشعب قاع يخرجوا من التاريخ من الملة كفرون بدعونا ظللونا علماء ظللوهم ولايات بأكملها ولو يقولوا مدينة شلف مدينة الشرك مدينة أدرى مدينة الشرك حرق القبور تعال الصالحين حرق قبور العلماء حرق قبور الشهداء يعني أنا شفتها حملة حملة لتدمير الجزائر حملة تدميرية حقيقية تدمير الجزائر إذن كان لابد من التصدي لهذا الفكر الهدام من باب الإسلام ومن باب الوطنية زواج المتعة زواج المتعة كتبت عليه الكثير نعم سيدي وقدرت حرب على نعم أظن منذ 24 سنة أظن منذ 24 سنة إن لم تخني الذاكرة حوالي 19 سنة 19 سنة بالضبط 19 سنة ولكن كما يقولوا التشيع وقع قبل هذا إذا كان أتذكر أنا أول مناظرة وقعت بيني وبين أحدهم وهنا في بلوزداد أحد المتشيعين بدأ الشباب يتشيع وكان في البداية تشيع سياسي يعني كانوا يحبوا حزب الله ضد أمريكا هذا ما كان ما كان عندهم تشيع عقائدي تشيع سياسي يعني إذا أولت هل أنت مع إيران ولا مع أمريكا كانت جزائية مع المسلمين وهذا هو البساطة وهذا هو الفهم الصحي للإسلام ما كانش عندهم تشيع عقائدي لما وقعت المعركة بين حزب الله والصهاينا الشعب جزائي ما حزب الله لا لأنه شيعي بل لأنه لا يحب الظلم بداليلا نعطيك داليل على أن الشعب جزائي لا ينطلق فقط من منطلقات إسلامية ينطلق منطلقات رجولية أيضا كما ينطلق منطلقات إسلامية عن طرم منطلقات رجولية الجزائي كانوا يحبوك عن رئيس الفنزويلا الرئيس الفنزويلي وبالتالي هذا لم يكن لأن الشعب كان شيوعي لأن الشعب رجل عندهم رجولة يحبه واحد رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ربي ما سمنا شحتها اسمه وإنما ذكرنا الوصف لأنه لم يهمنا اسمه أنا كنت تقول لي وجاء قدو من أقصى المدينة وما أنت تقول لي وجاء سليمان من أقصى المدينة وجاء عبد الله من أقصى المدينة ولكن ربي الحكمة الرجل ليس باسمه قادر يحمل أعظم الأسماء يا صاحب الجلالة يا صاحب العظمة وهو عامل أمريكي إذن ربي قال وجاء من أقصى المدينة رجل وربي لما تكلم عن الرجال والمؤمنين واش قال مين المؤمنين رجال اتصور كعين الناس نزيد ونطلعوا المؤمنين ومن بعدها داخل المؤمنين مينة مينة بعضية يعني بعض المؤمنين رجال شوف ربي يجعل الرجال يكون مؤمن ومبعد ولي راجل شوف تطلع علىها رجولة تطلع علىها ما يكفيش مؤمن قادر مؤمن وعلى لي كانوا حركة يخدموا مع فرنسا كانوا كفار كان مؤمن وبالبرنوس وبالعمام ما روك شافي كان مؤمن يقول لا إله الله محمد رسول الله واش ما كانش رجلا من المؤمنين رجال يعني يكون مؤمن وكون راجل تمك القرآن يستعرف بك أما قلت لك الشعب الجزائري كان يحب إيران ويحب حزب الله كموقف رجولي برطولي رك تحارف لي هو داني معك مشي من باب عقائدي لكن مهارا بدأت بعض البعثات البعثات الجزائرية تذهب إلى قم وتت بعض أماكن في الكويت وفي البحرين الشعب الجزائري كان يعرف الشعب في إيران وهما كانوا أذكياء كانوا لما يستقطبوا الشعبا ما يدرش إلى إيران لكن هم لا يعلمون أن هناك مدارس للشعب في لبنان في القويت في البحرين في جهة كثيرة حتى في السعودية إذن راحة بعثات الجزائرية تشيعت تشيعت عقائدي بعد أن كان يحب إيران أو سياسيا تشيعوا عقائدي دخلوا لهم عقائد الشيعة والشيعة ليسوا شيئا واحدا أنا أقول الشيعة ليسوا شيئا واحدا كان شيعي كما يعني يحب علي بن أبي طالب ولكن لا يكفر أبابك وعمر يعني يحب علي ولا يكفر الصحابة هذا أقرب الناس إلى أهل السنة بل عدهم كثير من أهل السنة أنهم من أهل السنة ومنهم أسماء كثيرة من علماء كان يجي العلي ولا يكفر الصحابة نحن أهل السنة نحن أهل السنة القول بنتانا اتسعت لجميع الصحابة وشوف شوف ديك روعة سبحان الله إني أحب أبا بكر وشيعته كما أحب إني أحب علي وشيعته كما أحب أبا حفص كما أحب علي صاحب الغاري كما أحب عثمان كل الصحابة سادة ومعتقدي فهل في هذا عالية من عار نحن أهل السنة اتسعت صدرنا لكل الصحابة وزيد أكثر من هذا اتسعت لكل أهل البيت يعني استطعنا نجمع بين حب الصحابة وحب أهل البيت هما لا يدلك الخيار تحب أهل البيت أكار الصحابة عليها أخو يا الله عليها سبحان الله رحظيم عليها أنا لازم نحب علي أنكر عمر وآبا بكر وعثمان لماذا وقعت مناظرة بيني وبين أحد الشيعة في العراق مناظرة بيني وبينه قتلوا يا سيدي بلا منحوا للنصوص لا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله ولا إلى التاريخ اذكر لي أنت شعال كين علي وحسن وحسن وفاطمة في بيتك وأنا أذكر لك أشعال عندي علي وحسن وحسين وفاطمة في بيتي فقط ونشوفه شكون يحب أهل البيت والله لم يذكر أحدا قال لي فقط عنده عم أو نسيت واسمه صدر الله فقلت استغفر الله كيف صدر الله ده يجي إنسان يسمي ظهر الله ولقى رأس الله كتاف الله فخاتنا الله هذا كفر فأتفطن الرجل قال لي والله ما تفطنت كيف هذه صدر الله قلت له يا سيدي أنا لننتحدث معك أنا جدي رحمه الله واسمه علي خالي واسمه الحسين جدة فاطمة أمي فاطمة كان يحكمها علي كافي قلت له لي أرى ويحكمت زير الآن واسمه علي والمعارضة تعوي علي بالحاج علي وكين حبه نحمه البحنيفية زين العابدين وأجمل ما كان في العاصمة واسمه حيدرة حيدرة فهي حيدرة هو لقب علي بن أبي طالب تعجب الرجل قلت له نتحدك على ذمة تعي أروح للجزائر أي حما عيط عمي علي ونما خرجو الزوشلاتة ما نشانه هو ونحن في الجزائر ما نسموه علي نسموه السيد علي السيد علي لأن علي حاجة عظيمة ورغم ذلك ما قلناش هنالشيعة ونحب أهل البيت ولازم نكره أبا بقر وعمر وعثمان إذن احنا أهل السنة قلوبنا التسعت لكل الصحابة لكل صحابة يا رسول الله ما فرقناش بينهما نحبهم جميعا نجلهم جميعا وسلكنا من دخول في الخصومات لكن هو يحب ستة من الصحابة ومئة وعشين ألف صحابة كلها بنسبة لي في النار ثم يقول لك لازم تبكي على الحسين هل أن أبكي على الحسين هل أن أبكي على الحسين أنا سألتهم الحسين أين يكون يوم القيامة قال لك في الجنة تبكي أنت على واحد في الجنة هل أنت أبكي على أحد أبكي على ذنوب كنتايا هل أنهما نبكي نقطع أصيب بالحديد وعلى وش أكد أو يبكي على الحسين وأبكي على صلاتك وزكاتك وصيامك لأن سيد الحسين سيدا شباب أهل الجنة قال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولا تبكي أنت عليه أبكي على نفسك من الحامقة أن تبكي على إنسان ضمين الجنة في حياته ضمن الجنة هذه نعم يؤلمنا ما وقع لسيدنا الحسين يؤلمنا ولا نظاه ولا نحبه ونترضى عنه ونلعن قاتله نلعن قاتلهم ولكن من حوله ذكر سيدنا الحسين إلى يوم للحقد إلى يوم للأحقاد إلى يومنا هذا يقول لك نعمل للقضاء على قاتله يو قاتله وفتحت التراب منذ قرون هم يقصدون أهل السنة والجماعة أعلنوا حرب في العراق قتلوا ناس بحجة أنهم يقتلون أعداء الحسين الذين قتلوا الحسين ماتوا انتهوا ليس هناك اليوم فوق الأرض من يريد قتل الحسين إذن تشيع بعض الجزائريين وبدأوا يدعيوا إلى نكاح المتعة نكاح المتعة والنكاح المتعة والنكاح المؤقت يعني ما شيء نكاح ليس فيه نية الدوام إنسان يتلقي بإمرأة فيستأجرها يوم أو يومين مقابل مبلغ مالي وهذا هو الزنا سئل سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه عن نكاح المتعة فقال هو الزنا على ليس فيه ولي صور ليس فيه تأبيد يعني مشي بنيت يعني عافب لي يوم يوم ساعة ساعتين ثالثا لا ينسب فيه الولد لأبيه يعني لو حملت لا ينسب لأبيه لأنه لا ندعي كم تمتعت هذه المرأة ثالثا ليس فيه طلاق ليس فيه طلاق قال يتفق معها يوم السبت على الربعات على الربعات في الكابتويت وهذا هو الزنا ليس فيه طلاق زيد الخطر في الأمر ليس فيه عدة فهذا هو الزنا بعينه راحوا إلى الزنا والدعارة والعهر ودروا غطاء إسلامي غطاء إسلامي رئيس هذه الطائفة التي تشيعت وكان يدعو بنات الجزائر إلى زواج المتعة وهو الزواج المعقب جزائري ولكن كان معه بعض العراقيين المتشيعين أنا دعوته إلى مناظرة والتقينا في جريد الشروق في مكتب علي فوضيل رحمه الله وكانوا حاضرين بعض الصحفيين أظن أبعطاش إنسان كانت حاضر وأنا قلت له بذكاء أنا كان الهدف تعي أن أحطمه وأن أحطم هذا المعتقد قلت له يا سيدي هل عندك بنات؟ قال لي عندي بنتين تكن طلبت مع علي فوضيل وهذاك مناظرة هذا الشخص أنا طلب منه هو علي فوضيل لنظم المناظرة هو ليقنعه بشي يعني أنا كان يكتب في الشروق وأنا أعود عليه في الشروق وأنا كتبت يعني الإصابة في كشف العصابة الإصابة في كشف العصابة والمقل موجود منذ أظن 19 سنة أظن الإصابة في كشف شبهات العصابة فارد على أنصار زواج المتعة وكانت مناظرة طويلة يعني ليس هذا العدد الوحيد أي والله كان فيه حتى في فيفري بدأت يامن في فيفري 2001 حتى هنا أفريل هذا العدد كانت مناظرة طويلة هم يقولون وأنا أقول هم يأردون وأنا أرد وأنا أغلب ظني أن الذين كانوا يأردون علي شخص واحد لأنه من الحيل مرة يكتب اسمه فولان مرة اسمه فولان مرة الجابيري مرة عبيد مرة قدور مرة علي وأظن أنه كله كان شخص واحد علي فضي النظم المناظرة والتقينا فأسألت هذا الذي كان يدعو إلى زواج المتعة في الجزائر قلت له هل عندك بنت قالي عندي بنتين قلت له جيد قلت له أنا الحق اليوم جيت باش نتوب قلت له أنا كنت نقول بالنكاح المتعة حرام ممشي مليح ولا يجوز ولكن الأدلة تأقنعتني وأنا مقتنع بالمذهب ولذاك مدى بنا نبدأ نطبقه إن شاء الله هذه العقيدة وهذا الدعوة أنا أطلب بنتك أطلب يد بنتك مع العلم أن نكاح المتعة لا يطلبوها من وليها مع العلم أنه ليس فيه ولي ولكن لأساسية مناظرة هو للمناظرة قلت له نطلب بنتك كنا أظن بالسبت قلت له وستعود إليك يوم الأحد وخلا مقابل تحب مئة آلاف ولا مئتين أطلب حقك والله فبوهت الذي كفر فبوهت الذي كفر غير الحنجرة تعون شوفها واش قال لي قال لي أنا تانك جيت اليوم انتوب قلت له استغفر يا سيكي جيت أنا انتوب جيت أنت التوب ولأنا لم يجي جوابا كان علي فضيل كان يقوله تفضل جاوبها جلا سبحان الله هو قال لك هو حبي يطبق زواج المتعة يا خنتك تدعي إلى زواج المتعة فقال لي قال لك لا لا أنا أيضا جئت اليوم لأتوب فكانت فضيحة بجلاجل باش تعافوا بلي هما يدعوا بنات الناس إلى زواج المتعة ولكن لما يتعلق الأمر ببنته لا يزوجها إلا زواج السنة بنته يزوجها على السنة اللي هو التأبيد وبنات الناس يدعوهم إلى زواج المتعة الذي هو محرم ويحصر يقول لك سيدنا عمر بن الخطاب هو الذي حرم المتعة سيدنا عمر الخطاب لا يحلل حلالا ولا يحرم حراما الحلال والحرام بنص شريعة الله سيدنا عمر أقر ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم أنت في كثير من فتاويك أي واحد يطرح لك سؤال تقولهم أبو خليط أبو خليط هذا وشكوك أبو خليط هو أيما إنسان يخلط في الدين بدون علم أيما إنسان جاهل أبو خليط هو الإنسان اللي حبي يفرض علينا الجهل انتعو الإنسان اللي يفتي بدون علم يشرح كتاب الله بدون علم يشرح السنة بدون علم آه هي أرمفتة وفتاوة عجيبة الآن الجهال يقول لك حمود بولام حام خاش فيه القاز هو يعتقد هذا غاز حسيم سعود ليس غاز الطعام لجهله لجهله يعني ظللونا بدعونا كفرونا يعني حرقوا قبورنا حرموا علينا العالم الجزائري حرموا النشيد الوطني لما إنسان يقول الجزائريون حمير الجزائريون الحمير هو يقول الجزائريون والليبيون يقول الليبيون أيضا فهذا هذا أبو خليط أبو خليط هو الجاهل الذي يتلاعب بشائعة الله ويدعي العلم وهو من الجاهلين كذلك شيخ انت في فتاويك دايما تقدمها بطريقة فكاهية بطريقة مرحة بطريقة فيها شيء من الدعابة الله يرضى عليك لماذا هذا أسكن هذا أنك أنت تربيت على من صورة كأن الشيخ هو شيخ نكتة شيخ دعابة أم أنك تسهل الأمور هذه المتلقي الله يرضى عليك أنا جوابي على هذا وسؤال مهم شوف تبعني ملاحة يهضر المصري باللهجة المصرية عادي يهضر السورية باللهجة السورية عادي سعودي يهضر باللهجة السعودية الشرك يقول تيرت تيرتون إنه تيرتون عادي وعلى أحد يلومه يهضر جزائري أنا لما أهضرت بالدرجة الجزائرية أقاموا الدنيا ولم يقعدوها سموها تهريج الله يرضى علي أنا راني جزائري أنا ما نقولش النقاب نقول لعجا عليها يقول لعجا يقع يفهموا لعجا لي عنده دكتورة يفهم لعجا وهذه العجوزة في رأس الجبل في الدوار هيتفهمت ما معنى لعجا خاطبوا الناس بما يفهمون قال عليه الصلاة والسلام خاطبوا الناس بما يفهمون الجزائري أولا عنده عقلها خاصة ما تخاطبش جزائري كما أي جنس جزائري يقولك أنا طلقت لمرة وأنا زعفان مشي كما مصريك يقول لك طلقت لمرة وأنا غضبان حتى الغضب يختلف مشي كما سوريك يقول لك طلقتها وأنا غضبان الغضب يختلف المعاني تختلف الكلمات تختلف النظر إلى الحياة تختلف فأنا نخاطب الناس بما يفهمون ثم أنا ضد الصورة الشيخ اللي جابهنا من المشرق هما محبين يفرضوا علينا نقول مشارق أنا ما جي مشارقي أنا جزائري تقول لك إن شيوخ ما يبتسموا ما يضحكوا واسنانهم عوها غير الجد وغير جهنم وغير النار وعدب القبر إذا براسه كل واحد ينفق مما عنده لا يا سيد أنا نحب نطلح ببساطة بالدرجة الجزائرية الجميلة زيد وهي أفصح الدرجات إحنا نتكلموا أفصح الدرجات الدرجة الجزائرية هي أفصح الدرجات نتكلم ببساطة حتى كنجي بنكتة عندها علاقة بالموضوع ما ريش خارجاك عن الموضوع لأن قادر تفهم إنسان بالنكتة ما لا تفهمه بلا بالنصص هذا ما كان تديرها الطريقة عفوية عفوية تجيك مباشرة مع السؤال أنا لما نحذره صدقني لا تحذرش نحذر العلم يعني نحذر الجواب العلمي لما نقرأ السؤال لما نقرأ السؤال وبالمناسبة إذا تحب نوري لك شعر كائن أسئلة نوري لك إذا حبيت أشحن سؤال يصلك يوميا يوميا إذا تحب اليوم فقط نشوفه الآن في اللحظة هذه في اللحظة هذه شعر كائن من سؤال في الهاتف الآن كائن 33 ألف سؤال وخمسة وخمسين هذا البرلم جاك لا في الشرق نعم في الشرق ولعلمك أستاذ وهذا كيف حال تجاوبنا واحد في اليوم كل يوم نجاوب 600 إنسان وش في التلفزيون لا نجاوبه في الهاتف لأنه لو ينتظر التلفزيون ينتظر على 50 سنة إذا عشناها كي لجاوبهم هنا وكي لستمتن لابد باش مي كي نس مقلقين أنا حب نعطيك برك فائدة أنك لما دخلت إلى هذه الغرفة كان العدد 31 ألف صح أنا حبك تتذكر أني لما دخلنا ويتقولك كان 31 ألف إذا شعال دخلوه فقط في هذه الجلسة حوالي 4 ألف وخمسة وخمسين أظن لا تلتة ألف أظن وخمسة وخمسين أتصور في جلسة ساعتين أو ثلاث دخلت ثلاثة ألف سؤال الشيخ أنت كان بصراحة أنت في كثير من الأحيان أنت وعك يتناقلوهم في المواقع نعم التواصل الاجتماعي في التيك توك نعم في كل مواقع أنت كاش مرة شت سؤال أنت جاوبت عليه واضحكت على روحك مثلا والله ينضحك صدر يريد أني لدي كثير من المقلدين وحتى حصص تلفزيونية رأيت نفسي وعندما نشوفها قد نشوحتها أجد نفسي في تلك الحصة أنا الذي لا يضحكني لأنه يضحكني لما هو يعود يجيبها كما هذه السقساني قال لي دخلت إلى الشركة فوجدت زوجتي ترقص فهذا ما نقول له قلت له إذا ما طلقتها سوف أشتح معها هذا الجواب مئات شبان صبتهم في التيك توك يعودوا وعندما هم يعودوا أم يوصلوا جوابي إلى جمهور لا أصل إليه أنا فجزاهم الله خيرا أنا ليس ضدهم الحق يعني بسرط لازم يجيبوا الفتوى كما قلتها كما قلتها إذا قلت أنا حلال هو يقول حلال ما يرى شي باش يضحك الناس يقول قال الشيخ شمسدين حرام إذا قلت أنا حرام يقول حرام فشفت الكثير ويضحكونني وعادي جدا لا يغضبونني يعني الله يجازيهم ويكتخيرهم ووصلوني إلى جمهور لا أصله وصلوني إلى جمهور لا أصله يعني هذا الشباب ليقلدونني رأيت فقط اللي حسبت ما نأف في حدود وقال خمسين إنسان وقيل لي أن العدد أكثر في تيك توك دارين مواقع في الأنترنت مواقع كاين موقع تعفتوا لفضيلة الشيخ شمسدين جزائري هو مشي أنا أنا رسلت له سؤال وجاوبني رسلت له سؤال وجاوبني فلما أجابني كتبت له أيها الكذاب ما جاوبنيش على أيها الكذاب ويدعي أنه شيخ شمسدين جزائري عشرات المواقع عشرات فتاوى وضعوها على اسمي وأنا لم أقلها وفبرك وأشغطها قبل هذا كثير على لساني ويدعوا في الأنترنت وشي يجمعوا مجموعة ويشكلوا ويشكلوا مثلا نمثلك مثلا أنا أقول اللهم إني أسألك بالقرآن الكريم آية آية أن تحفظ الجزائر ولاية ولاية وخص بحفظك مدينة غردايا نحاو غردايا وكل واحده يدير مدينته كل واحده يدير مدينته وش عليها لما تكون دعوة خير ولكن الكائين خطرات لا لا يتجاوزوا حدودهم ولكن رغم ذلك أنا أرفض أي ما إنسان يفبرك شارط على لساني ولو منصفه يدعي لي لا تفبرك شيئا علي قلت أنا قلت ما قلتش لا تفبرك شارط على لساني كذلك الكثير من الناس اللي انتلقاهم كاي اللي يقول الشيخ شمس الدين متزوج بواحدة وحد يقول بثنتين وحد يقول بثلاثة وواحد بأربعة الشيخ شمس الدين شح المتزوجين واحدة كايش اللي يقول بخمسة ستة مازال عجيب هذا الأمر أولاً إنسان كي يتزوج هذي مسألته شخصية وكي يحب يزيد الزوج مسألته شخصية وكي يحب يزيد الثالثة مسألته شخصية يحب يزيدها رابعة يوح يقول لي ما تخطب له هذي مسائل عائلية داخلية أنا أتعجب لي عنده الوقت عنده الوقت بش يطلع لك الحسابة وكذا الحمد لله أنا ربي نعم عليها بزوجتين عندي زود الزوجات وعندي البانين والبانات الحمد لله صالحون الحمد لله باك عندي عشر بنات وأربعة دكور ودعوت الله جل جلاله أن يكثر للبنات لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رزقه الله بنتا فأحسن طربيتها وأحسن تسميتها كانت له حجاب من النار لا يرى ما يسمى بنته جوني معه ها شفت لكما يسموكي ما جد فأحسن تسميتها وأحسن طربيتها كانت له حجاب من النار وأنا ما أخبيش عليك أنا نسحق أنا نسحق سخانة على النار ما تقيسنيش ماش يغيي النار نفسها الحجاب اللول ما لا الأربية سقنيت بانت من شاء الله يزيد لي وتكفلت بي بنات عندي بنت تكفل بيها وعندي بنت ربيتها أروى هي موجودة الصورة هذه أروى يماها ماتت كي كانت ولد فيها يماها ماتت كي كانت ولد فيها فجدها عجوزة كبيرة ما كاش خون يديها فديتها عندي فقعدت عندي ثلاث أشهر في البيت كامل شحل عندك بين اللي مربيهم وأولادك شحل كل شغل ممكن يصل عدد إلى 16 إنسان بصراحة كين أبناء أولادي مين الراضى عني نقصد كين مربيهم من الراضى كين يتامى مربيهم كين الحمد لله أنا أيما إنسان نقدر نربيه نربيه نحن في الغالب ونروحوا للدير كامل نقولوا نشوفوا العائلة نشوفوا الزوج نشوفوا اللي الله عليك حينما نشح نقولها لك شيخ الله يا رضى كأنك رأيتهم كأنك رأيتهم كأننا رأينا كون عمع لي يا ربي عندي حبيبه غاني عن التعريف حبيبه الآن أو غضبان أو في ضع جده في بليدة قال لك حتى تجيبوا لي بنت الحلال اسمه أرحب هو يتزوج أو قال لك تزوجني إن نجي ما تزوجني شنقعد في بليدة هدعي ونصيبوله بنت الحلال إن شاء الله صيبوله بنت الحلال الشيخ أنتك كفش خطرت الزوجات تاك هذا وأسكو كتزوجت الأولى الثانية كانت على علم بالثانية الحمد لله نعم كل واحدة كل واحدة تعلم بالأخرى طلبت الإذن من الأولى كتزوجت بالثانية طلبت الإذن من الأولى لا أنا لا أطلب الإذن يا سيدي أبدا أنا لا أطلب الإذن أنا شفتها مرأة صالحة تزوجتها الأولى أيضا الأولى قتلين ما إذا تشوفي كأن مرأة صالحة فشافت مرأة صالحة وخطبتها وتزوجتها لما تزوجت الثانية وصمت الأولى والله الحمد لله هاي موجودة الأولى معنا والحمد لله ولم يكن أي مشكل أنا زوجتي فقط قل لي كن في الحلال لا تذهب إلى الحرام إحذار الحرام لا إحذار الحرام هذا ما كان زوجة الأولى والثانية يتلاقى كيف كيف ويتجي والثانية يتجي ويتلاقى وولادي يتلاقى وبنتهم محبة لما يكون الإسلام في البيت ما تكونش كاي المشاكل لما تكون الإسلام في البيت والحمد لله كل واحدة تذكر الأخرى بخير أقول كل واحدة تذكر الأخرى بالخير ما مكاش واحدة تذكر الأخرى بسوء ولا ولاد أخرى بسوء والحمد لله والجميل في الأمر هما قا حرصين عليها باش نكمل في طريق الدعوة وهذا اللي خلينينا نعزهم ونحترمهم ودعهم فقراصي لأنني أنا أخشى ما أخشى أني واحد يبعدني عن هذا الطريق أنا كبرت على هذا الطريق وعرفت طريق المسجد وعمري خمس سنوات وكافحت باش كملت في هذا الطريق ما هو السهل شعال كانت كاينة دنيا ومغريات وقعت علي مظالم وقعت علي أحقاد وقعت علي حسد غيرا صارت مشاك حتى من شخصيات كبيرة يقول لك في مناصب ووزراء ولكن هما في زوجي يناضلوا باش يخلوني في طريق الدعوة الشيخ انت من رأى سمعتك قلت بلي مرة واحد راح لقيد صالح نعم طلب منه باش يستشروا في أمر لقيد صالح أو في فتوى فالسيد قالوا فيها عشرة أقوال القصة الواقعية قيد صالح شاف واحد أستاذ على الدكتور في شارعة باش يبلي لما قيد صالح يقول لي جنرال راح يقول لي خاطب الشعب يعلموا اللغة العربية والفقه جيد وقيد صالح ماشي جديد عليها وطلب باب الإسلام القيد صالح حاب يتعلم الفقه هطلب منش أستاذ جاء هاداك الأستاذ مسأله قريفين قالوا هذي في عشرة أقوال قيد صالح قالوا شوف يا أستاذ الله يجازيك أعطيني قول لنعمل به تسعى خليهم عندك كذلك انت الشيخ عندك أصديقاء من الوسط الفني ومن رجال أعمى ورجال سياسة واذا كنت تلاقى باستمرار وكان يطلب فتاويك أو يستشيرتهم هم كلهم يستفتوني الحمد لله لا أخفي عليك يعني يكفي أن الشباب من الفريق الوطني وحرص مرمى ورياضيين ولما يدوهم للخارج يتصلوا بي يسألوني لا يأكلوا فرمضان أو لا يأكلوا فأنا أعلم بكل يتيقوا في الفتوى التي أقولها الشيخ كذلك مرة يقال بالتحكوت أعطاك هدية نعم عبارة سيارة نعم هدالي سيارة جزاه الله وشيني السيارة كل واحد يقول بورش واحد يقول لا سياسة عادي بسيطة وعي مودية قناة النهاء مودية قناة النهاء قال لي يودي عندي واحد صديق أنا ما كنتش نعافوش خصيين تحكوت ما نعافوش فيه وشو ما نعافوش قال لي عندي واحد صديقي مس حقك في فتوى قال لي وحله فهو واحد وعلي المكان واحد اللي عنده فوجدت إنساء لها بسدك قبعات تعال فلاح مظلة مظلة تعال فلاحين والله ما علمته أنه تحكوت والله ما علمته ولكن أنا نجايا له نحوص عليه قلت له يا سيدي ولا تعرف فلان توصلنا له قال لي وش حق عنده هو عرفني ولكن حبي يسألني قلت له يا ودي هو يسحقني قال لي أنا هو فأنا تعجبت قلت له هذا كيف أنت هو أنا كنت نحسب نصيب رجل بسكوستيم كرافاتا بليغارتكور بلحارس هكذا نتصور يعني لكن رجل متواضي الحقيقي رجل متواضي دير قبعة تعفل الله حين تواضع مئة بالمئة فأسألني على الوالدة تعال وكان مسحق يسألني الوالدة تعال الوالدة تعال تبع الحصان تعال وكانت مريضة مريضة الأطباء في الصين قالوا لازمت فتري ولكن هي تصوم كما العجاي سعد زهر مريضة وتصوم قال لي هي التقفيق قال لي وكانت صوم تموت قلت له خلص خلينا نكلمها الداني كلمتها وقلت لها الحاجة وفهمتها هذا الذي كان بيننا هذا وش كان بيننا وقع ومبعد بعد مدانا كنت مسحق سيارة حب نشري سيارة رحت نشري سيارة ما رح شنا يعطيني سيارة ولا يهديلي هو شركة والله رح نشري ورحت نشري سيارة بجيت نشوف من ما كاش كيفها كنت نحوس لي بيعلي بالتقسط فهو شافني من المكتب تاعه شافني عايط لي قال لي عايط لي قال لي وش سهل قلت لني أحب نشري السيارة تكون في المقدور التاعي وإذا ممكن لا يجازك إذا دي لي بالتقسط ونخلص بالتقسط المريح حتى نقدر هبطنا ورأ لي وحدة تواق يودي تدير جمالايا ولا من نحن بورش بورش ولا بورش ولا دي أنا منع اسمك كبير وقدام قال لي هاي قال لي باش نبيع داري باش نخلص على مستحيل قال لي وش كون قلت لك خلص قلت له مستحيل يا سيدي ما ما ندهاش ولا يوريلي هو بدي ووريلي غف الفخمة قلت له ما نقدرش هاي دي كيفا ندخلها لحومتي أنا ما نقدرش نمشي في سيارة شوف لي السيارة هدية وقم قلت صدق قال لي هدية ودعي لي هكذا كان وهذا الرجل نحكي عليه ما شان الواحد يهداله سيارة مئات يهداله سيارة واخرهم اللاعب الوطني الكبير جابوا 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 هداله وقل بوش كبير وما يفتو ما عليش في الفتوى شرعا هارو واحد تكون شرعا تجوز الهدية الهدية تجوز ولا شيء إنسان عنده إنسان يبيع سيارة يهدالك سيارة ويهدالك منزل قاع أين الإشكال هذه مجرد هدية ولكن فقط أنا أحب نبه الناس باش تفهم أنا عمري ما وحد زعم أهدالي حاجة مقابل فتوى باش نروح نفتي حاجة آبدا هذه ينساوها والله عرضت علي ما لا يتصوره الناس عرض علي ما لا يتصوره الناس أن أقول كلمة فقط في برنامجي أن أقول كلمة عن شخصيات نافذة مقابل فيلا مقابل فيلا نقول لك الفيلا والسيارة والأموال والنفوذ ولكنني لم أقولها لم أقولها أبدا يقول لك قول فقط هذه الكلمة أنا لا أقول أنا ماليش دعي حصاب باش واحد يقول لي واش نقول أنا أقول ما أعتقد أنه الصواب ما أعتقد أنه الحق أنا راجل هدالي سيارة واش ندي ما كش كيف هدالو واش نعندي أنا انتفعت بها ونقول الله يكتا خير ما ننكاش خير بارك الله فيه هذه هدية وصلتني هذا مكان ولكن أنا ما شي مقابل كاش مقابل لو كان قلي مقابل والله ما ندع لأراجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصادق عرض ثالي كنعيم أباب سفيلا في بوهار نعم وجزاه الله خير كانت عندي أزمة ساكن لأش مدتاش عندي أسباب تمنعني باش ندي مرات عرض عليها فيلا يعني الفايدة أن هي سمعت بي في أزمة ساكن وأكشفت انتابيتي الآن أنا في 59 متعة عرضت عليها ساكن الله يكتا خير أنا كنت في أزمة ساكن ولكن نقدش ندي فيلا مرات عرض عليها ساكن ونقول الله يكتا خير وبرك الله فيها لكن بعض الصحافينا حاوز زادوا في القصة وارحب ردوها قصة فيها رومانسية وفيها عرض زواج لم يكن هذا أنا التصبية قلت لي يا شيخ أني سمعت بك في أزمة ساكن عندي فيلا قلت لها الله يكتا خير وبرك الله فيك وكي نقول لك ما هي الوحيدة التي عرضت عليها عرضوا عليها جهات كثيرة أمور دنياوية لكن أنا لا أحتاجها عليها نحن نديها وننقبلها كينا نحكيك حاجة يا شيخ هاك سيارة تاعي اديها ادعي لي بك ربي يخفر لي أنا ما نديها هو كان نتبع الناس على سبب كل لحظة هذه ولكن أعوذ بالله نحن نوكل ولادي ولا نسكن ولادي في الحرام وأنا لا أفعل هذا إن شاء الله شكرا ربي أحضك شيخ وبرك الله فيك وإن شاء الله نحن مضار يقول لك نشوف العائلة ونشوفه نحن نشرح لأنه يكفي أنه تعلمنا منك واسمعنا منك الله يرضى عليك يا سيدي وإنت رجل طيب وإن شاء الله نشوفك في فرص شكرا حاجة الكلمة الأخيرة اللي نقولها للناس أني حريصة إن شاء الله أني لن أخدعهم نقولوا دايما الفتوى الصحيح الفتوى الصحيح أما طريق التبليغ هذا الفتوى المنهج تاعي لكن الفتوى كلها صحية أنا خطرة نقعد أربعة أشهر لكي نصيب جواب تاع سؤال أني خطرة نقرأ شبه مكتبة كاملة وأنا أبحث على جواب سؤال واحد هذا هو المهم المهم أن يطمئ الناس أنه لما يبعد سؤال ونعطي له جواب يكون مرتاح أنه جواب صحيح وجواب شرعي ماهو لا جواب سياسي ولا جواب لإرضاء فئة ولا جهة ولا جواب إسلامي كما يحب الإنسان وجزاكم الله شكرا يا سيدي اللهم إن الجزائر خائفة فأملها اللهم إنها عدشان فاسقها اللهم إجمع كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أحقن دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عنسك يا ربي خاتلنا دعوة واحد ونزيدوا شيشا واحدا اللهم إن جعلنا مIMن يقال لهم بخذ فإجابك بهم آمين والحمد لله اشتركوا في القناة